إحنا لما قلنا الحقيقة في السادسة أنه ده موسم استثنائي وأن الرد فيها يكون في الملعب ما كناش بنبالغ رد على كل اللي شككه في قدرات لعيبة ونجوم النادي الأهلي وسكواد النادي الأهلي فرصة لاستعادة عودة النادي الأهلي مرة تانية لمكانته الطبيعية وحجمه الطبيعي عملاق القارة الصمراء بدون منازع ما كناش بنبالغ والحقيقة أنه البدايات اللي مبالح شفناها في مباراة أو مواجهة اتحاد المنسيلي أثبتت ده بالدليل القاطع الأهلي فرض أسلوبه إيجابيات حدث ولا حرج إحنا نتكلم على مكاسب الأهلي مباراة مبارح تتخطب كتير جدا فكرة أنك أنت فست خارج ملعبك في دول 32 في بداية مشوارك في بطولة أفريقيا هنتكلم أكتر بالتفصيل وهنتكلم كمان على مباراة العودة مع نجمينة وضفنا النهاردة كابتن محمد حشيش بسأل خيري كابتن محمد ومبروك طبعا ألف مبروك بداية أثلاجة صدور الأهلوية والمصريين الطبيعي طبعا يعني الأهلي ممثل المصري في البطولة فإنك أنت تفوز في مواجهة وصيف الدولة التونسي في مباراة باراة ملعبك أعتقد بداية ولا أروع ولا أجمل طبعا في البداية مبروك لكل الأطراف أنا باعتبر المكسب ده بالتحديد هو مكافأة من ربنا لكل الأطراف لو هنبتدي بمجلس الإدارة أنه بداية من القرار اللي خدوا من نهاية المسلم اللي فات بأنه يريح النجوم يريح اللعيب ويلعب بالصغيرين أو الناشئين بعد كده في الانتدابات والقرارات اللي خدوها للتدعيم إن هي مش العدد إنما الكيف زي ما بيقولوا عدد قليل اللي نضم الكواليتي تبقى عالي قوي وتبقى في الحاجة اللي أنت محتاجها مش زي أي فترة تانية كنت أجيب ده لمجرد أنه لعب كويس إنما السنة دي أنا محتاج أطراف جبت كذا أنا محتاج رأس حربا كذا بعد كده طبعا مكافأة للجهاز جهاز فني جديد كان محتاج لمكسب يبتدي به ويكون هدية للجمهور في أول تعارف في المباراة الرسمية ومش أي مكسب ومش أي مكسب مكسب في بطولة إفريقية أول مباراة رسمية بالنسبة له تبقى في إفريقيا بطولة إفريقيا وبره ومع دولة أو فريق من دولة طبعا دربيات على طول معانا وفرقة طبعا كويسة كبتنافق السنة اللي فاتت بطولة الدور مع الترجي لآخر لحظة لعبت قبلك كمان دور فخدت يا عزيزي بقوله سخانت قبلك في البطولة على أرضها فسط جمهورها فده برضو حاجة كويسة جدا حاجة للعيبة بقى كمان مكافأة للعيبة إن اللعيبة أفلت على نفسها وجهاز أفل عليهم عملوا لو تفتكر لغوا المعسكر الخارجي وعملوا اليوم الكامل من الصبح بالليل موجودين في النادي واضح إن من شكل اللعيبة إن هم يتمرنوا كويس قوي مركزين كويس قوي لأنه تبص على حتى الأجسام بتاعة اللعيبة لو حد يخذ باله متخصص شوية لأن اللعيبة خاسة قوي فت طبعا دي ما بيجيش من بداية الموسمة يعني دي بعد مثلا كذا أسبوع بعد راحة سلبية تعتبر أنه ما طويلة شوية الصحة بتاعها إنهم يكون أوزانهم زادت فما بيجي يبدأ فترة إعداد طبعا بيخسسوا كده فالمكافأة جت للجميع مكافأة للجمهور للجمهور لسه هقول طبعا خليني أعف معك على فكرة ماذا قدم كولر في أول ظهور رسمي لي وماذا قدمت صفقات الأهلي جديدة في أول ظهور رسمي لها في مباراة مبارح بس خلينا نروح لفاصل ونرجع بقى ندخل في التفاصيل وانا بشوف مدير فني بيظهر لأول مرة بشوفه إلى حد ما وبركز معه في التفاصيل يعني مش بس فكرة إنه نجح في قيادة الأهلي لتحقيق فوز خارج الأرض في بطولة دولة الأبطاء لا بشوفه بقراء في كل تفاصيل المباراة اختياره للتشكيل الأساسي اللي هيبدأ بيه طريقة لعب الفريق توجيهاته وشخصيته ووقف على الخط بره تغييراته وتبديلاته أثناء المباراة كل ده إلى حد ما بيكشف شوية من ملامح طريق التفكير أو شخصية النادي الأهلي مع مدير فني بقدر وبحجم مارسال كولر وخليني أشوف كده رأي نجمينا النهاردة كابتن محمد حشيش ماذا قدم مارسال كولر في الظهور الأول له مع النادي الأهلي في مواجهة الاتحاد المنستيلي شفت إزاي يعني أنا عرف طبعا أنه بدري جدا جدا على أن نحكم على تجربة مارسال كولر أو على بصمة مارسال كولر مع النادي الأهلي هو شخصيا محتاج وقته ومحتاج مطشات كتير لكن بالتأكيد فيه مقدمات فيه مؤشرات كده قريت إزاي مارسال كولر في مطش إمبارا بص هو زي ما أنت بتقول هو الشخصية بينه من البداية يعني ألف به تدريب مدري فني حتى وإن كان كبير ولا السفيه كبير قوي أول مباراة لي وخارج أرضه وبيلعب في إفريقيا حتى بالنسبة له هو جديدة مجهولة جديدة ما يعرفش إيه الفرق بين تونس وزمبابوي ونيجيريا والمغرب وطبيعة المباراة وحساسيات المطشات بين الفرقة المصرية ولسه الكلام ده بالنسبة له كله عبد وكلام ده كله بالنسبة له جديد والانطباع للمفروض أن تقال له أن أنت راح تلعب في تونس تونس دي من البلاد اللي هي زي ما نقولنا في البداية دربيات دايما مع مصر وفيها فرق كويسة ومنتخب وصل كاسعالم وفرق قريبة من تطويق وما بتلعبش في دور زي مثلا فرقة تانية بتلعب في دور الاربعة وستين فالمستويات لسه قليلة لأ ده المستويات كويسة الاتحاد لعفة الاربعة وستين بس الفرقة دي بتحديد الاتحاد سنة الفاتد بينفس على الوصيف فدي في حد ذاتها دور التونسي دور التونسي دوري قوي فلما يبقى واحد بينفس لأخر لحظة لأخر أسبوع على البطولة لا ده فرقة عندها عناصر وعندها مدرب واه 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 ونسا كابتلعب الترجي ماتش ودي وكاد كسبانا الترجي بالزاب الترجي تعديل معاه في ديئة 90 أعتقد عندهم مدرب عنده خبرات وعارف النادي الأهلي كان بيتدرف وفاق ستيف دار كنوفيتش فكل الكلام ده اللي أنا أقصده يخلي المدرب يبقى دايماً اتجاهه إن هو يطلع بأحسن نتيجة ما يتغلبش هناك يطلع بنتيجة مثلا دروماتش عشان يجي عوض هنا بغير ما يتحسس الموضوع إنما شفنا لأ شفنا شخصية النادي الأهلي لعب بشخصية البطل يعني لعب بشخصية البطل طب أبتدي معاكم التشكيل يعني أول ما تم الإعلان على التشكيل التشكيل الأهلي اللي هيبتدي المباراة أساسية في أسماء كانت مفاجأة بالنسبة لك بص أنا عايز أقولك أنا أعتقد أن فيش حد في مصر كمدخيل التشكيل ده لأن فيه حاجات جديدة طبعا فيه مراكز لخلاف زي مثلا حراس المرم إنما الدوتو بتاع المساكين يمكن أول مرة يلعبوا مع بعض محمود المتولي ومحمد عبد المنع طبعا يعني الاتنين دول أول مرة التركيبة دي مع بعض لأن اتنين بصراحة لعبت كورة فبرضه ده اختيار جديد بالنسبة له علي معلول معلوهوش خلاف صحيح أكرم كان مفاجأة طبعا كان فيه ناس برضو تفكرت تقولك يعني إيه بلاش يبتدي بأكرم عشان أكرم جاي من مشوار كبير وبعيد قوي وبتاع يبدأ بهاني ولو حصل حاجة يديله شوية يعني يبتدي واحدة واحدة لحدة هو ابتدى على طول نص الملعب انت عارف ده مش غريب علينا لأن السولية وديانج زي السولية وحمدي زي حمدي وديانج يعني دي ما فعلهاش مختلفة هو لعب طبعا بالطريقة بيجيد فيها النادي الأهلي أربعة تنين ثلاثة واحد كمان أنا يعني برضو كنت حاسس أنه هو مش هيبتدي بالصفقات الجديدة من أول مرة وخصوصا ده هو ابتدى ببرولو وبشادي وبشادي وخصوصا للتين دول بالتحديد برضو لعبة كرة أنت محتاج في المباراة اللي برة اللي مش على ملعبك وبالذات في أول مباراة أن أنت تلعب الناس اللي السرعات اللي مش يعني أنت فاهمت زي بتحتاج بقى من المعلمين والأستوات والكرة وبتعلم ما تبقى على أرضك تبتدي القصة تبقى مختلفة يعني فهو ابتدى بيهم يعني بقيت يعني ده التشكيل ككل أنا أعتقد أنه هو يعني أحمد إيه شخصية النادي الأهلي كانت باينة باينة من البداية اللي ضغط تحس أن الفرقة مش راحة لا بتدافع وعمل استحواز بس لا استحواز وبتروح صحيح ما كانش فيه فرص كتير على المرمى إنما كنت حاسس أنت لا الفرقة التانية اللي خايفة منك يعني الفرقة التعادل في الملعب أنت حاسس كفيتة وديمي الحاجات اللي أنت قلتها اللي أتمنى ميستر كولر ووضح حتى أنه راجل فكره هجومي حتى التغييرات يعني في التوقيت اللي أعمالها قالك مدير فن كتير يقولك إيه أنا أمن بقى خلاص خفضلش كتير ودني لا راجل هجوم يعني هجوم شريف وحسن حسن سراودة أنا عايزي فهم كمان ورسالة للفرقة بتاعته نفسها إن أنا لأ ده أنا عايز أكسب وعايز أهاجم مش عايز أنكمش عشان الوقت ولا 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 بالعكس كمان بنت قوي فيه الهدف اللي جيه إن أنت في الآخر خلاص بقى يعني أي حد في الدين يقول الحمد لله ماتش صفر صفر وعلى فكرة كانت تبقى نتيجة كويسة جدا بالنسبة لنادي الأهلي في أول ماتشاته القضية ممكن ده يعني لايف ستايل يعني قضية ممكن ده مدرسة عندنا فكون إن أنا أخلي المساك برضو يطلع لأن ممكن كان نقل محمد عامل عامل لا أخليك خلاص الموضوع انتهى يعني أنا متكلم في خلاص مفيش وقت فخليك برضو عشان تحسما لأي حاجة ونطلع بالنتيجة لا مكمل إنت لو تشوف كم واحد كان مهاجم في الكرة السابتة دي أكتر من سبع لعيبة موجودين لا بس الكرة السابتة دي الحقيقة واضح كمان فيها شغل مدر يعني تحرك اللعيبة واستعدادهم ووقوف معلول مع طاهر عكورة وشكل اللعيبة ما هي بتتحرك وفي اللقطة اللي هي قبل ما تتلعب على طول محمد عامل عامل بيكلم محمد شريف إنه هو يحجز الراجل برضو ياخد انتباه الراجل معه لأنه هو كان واقف على البعيدة وراه قطع على في حاجة معمولة دي طبعا المواقف دي بتاعت مدير فني ما بيعملاش اللعيبة كده من نفسهم وكورة يا أحمد اللي من الشوت الأولاني برضو الكورة اللي تلعبت اللعبها لعبها مين لأ اللي برضو الفاول اللي تلعب برضو بس تحطش جامدة معارش كم مين اللي لعبها يعني برضو بالرأس ده كان برونو سابيو برضو تلعبت اللي طلعها الجول كيبر برضو تلعبت بشكل كويس فواضح إنه هو المدربين الكويسين بتعرفوا من الطريقة والشكل العام للفرقة وكور السابتة ومدى الاستفادة من الكور السابتة زي ما بقولك يعني المكافأة كلها بتاعت الفرقة بعد التعب وبعد القفلة دي كلها هو الهدف نيجي في التوقيت ده لأن انت لو تلاحظ السنة اللي فاتت كنا في مطشقات كتيرة جدا ممكن بتبقى مهاجم وبفرص على الجون مثلا أزيد من 18 فرص ما تجيبش حاجة وفي واحدة مرتدة خايبة تيجي فيك جون تخسرك ثلاثة بنت انت كنت محتاجهم في السباق بتاع الدوري في حاجات لسه هتيجي كمان مع الوقت كابتر حشي مليون في مية هقول مثلا انه المستوى الفني انه الناحية البدنية طبعا انه الانسجام بين اللعيبة خد بالك برضو فيه لعيبة كتير لسه يعني ما نسجمتش مع بعض يعني متولي رغم انه على سكواد الاهلي من زمان صحيح لكن ما نسجمش مع مين عم بالشكل الكافي طبعا لسه بتقول او مرة بيلعب مع بعض طبعا عودة اكرم بعد غياب طويل جدا محتاج وقت لغاية لما يوصل يعني شفنا فيه تحفظ شوية في الناحية الهجومية من اكرم كان كله حتة الدفاعية ودي طبعا انا اكيد دي تعليمات مدرب برضو في المباراة الخارج ارضك بيبقى الاطراف بيبقى يعني 60-70% منها دفاع والتلاتين في المية وزيادة تبقى فواحد زي اكرم برضو هيختلف اداءه خالص زي ما شفناه قبل كده هدافه بيكمل هو كمان لسه ما حطش ايده على اللعيبة فعلا التشكيل الامثل هو حط كده نتيجة رؤيته خلال المورات الودية والمورات الودية كوم والمشارات الرسمية اللي عليها ضغط صحيح عليها برضو كوم تاني طيب فهو لسه يعني خليني اخذك لوحدة واحدة من الحاجات يعني طبعا مشتقين جدا 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 كنا لظهور الاهلي الاول وحشنا الاهلي تعودناش على فترة الغيابة الطويلة دي وكنا مستنين نشوف الاهلي خصوصا منه مباراة قيلة وصعبة وبرى الارض وجهاز فني جديد لكن كمان تهالي الجزء بين جميعنا داي كنتمستنية الظهور الاول لبرون وصعب طبعا طبعا وقد كان وظهر الرجل حقيقة وانا يمكن اشدت به مش بس في القطتين تلاتة اللي ظهرت فيهم امكانيات لعب برازيلي بيلعب في الدوري المصري او في افريقيا لكن حقيقة انا كمان اشدت بفكرة تحركاته بدون كورة من يعني لعب مؤثر مع النادي الاهلي عايز رأيك في اول ظهور لي وخلينا نستعرض كابتن حشيش كده ارقام برونو سافيو مع النادي الاهلي في اول مباراة رسمية كان لي واحد وثلاثين تمريرة منهم تلاتة عشرين تمريرة صحيحة بنسبة دقة اربعة وسبعين في المية المراوغات تلاتة على تلاتة عمل حقيقة كم لمسة برعب تهالي الناس اتبسطت كانت محتاجة تطم من انه برازيلي برازيلي وصفنا مباراة كام لامسة كده بتقول انه لعيب عنده كرة حلوة جدا استخلاص الكرة خمس مرات فقد الكرة ثلاث مرات واعتقد اجمالا قدم اداء مميز واشاد بيب المناسبة المدير الفني للفريق التحاد المونستيري دارك نوفيتش بعد المباراة وقال انه لعيب ارهقنا كتير جدا على الرغم انك تحس انه يعني ملمس الكرة كتير لكن في كل لامسة او في كل تحرك كان بيعمل يعني خطورة او حاجة مؤسرة احنا بنعشأ الكرة البرازيلية المصرين عموما يعني كرة حلوة عموما يعني الراجل اللي قدمه مبارح فيه سلاسة في الاداء وهي دي الصعوبة طبعا مهارات بينه اللعيب الكويز احمد بيبان من اول لمسة للكرة بس المطش الوليه دايما حتى لو برازيلي طبعا بيبقى صعب انا معك بس هو غير الفكرة ده هو يعني تقييمه في اول مباراة لا الناس كلها متطمنة يعني بعض الصفقات قبل كده ما كان بتيجي كنا بعد المطش التاني والتالت نقول ايه مش قادرين نحكم برضو احنا لسه هو باين اه علي كويس بس لسه انما ده انت النهاردة من الاول خدت ما تستشف كمان اراء الناس اللي تفرجوا باختلاف مستوياتهم يقولك لا ده بان علي كويس اوي ده بان علي لعيب كويس اوي من طريقته المراوغات ودي الحاجة الاساسية اللي هو جاية عشانها اللي كان يفتقدها النادي الاهلي السين اللي فاتت واحد على واحد بس الكواليتي ده لما يبقى معاك كمان رصيد ثقة يعني ما ده عارف ان الجمهور بتاعه بقى واثق فيه صحيح ويبقى عنده اريحية القرار برضو انا اخاف في اول ظهور ليه اغلط كده ما تمشيش تبقى مش كيله فلما ياخد ثقة جمهور لما ياخد ثقة لعبين مع زميله في الملعب لما ياخد ثقة جهاز فني لما يوصل لمستوى بدني معين لما يثبت في مركز معين ويبقى عارف طبيعة دوره اللي مطلوبة بينه اعتقد الدنيا تفرق كتير يا كابتن كلامك كلامك مهم وصح 100% هو لسه ما عندهش رصيد فبيلعب برضو بحرص شوية وبيركز قوي في اللعبة او في الاستلامة او في الترئيص عشان حيبتدي يتحسس اللعبة اللي حواليه لان بيبقى فيه دوتو كده في الملعب فولين الفولين انا واحمد مثلا في الملعب هو فهمني كيميا ركبة على بعض هو فهمني وانا فهمه هيبتدي الحتة دي مهمة كمان قوي يعني انت تلاحظ حتى لعبة البرازيل بيلعبه كرة على المغمط زي ما احنا بنقول من كتر مهمة مهاراتهم جمدة وحفظين بعض ودي بتفرق في كرة قوي مش لازم امسك الكرة وابص واشوف مين وانت فهم ازاي انا بقى لها باوتوماتيك عارف ان احمد في الحتة دي دي مهمة اوي لما ياخد مباراة مطشو تنين تلاتة ولما كمان التشكيل بعد كده يثبت لان اعتقد ان لسه برضه يعني انت ممكن تتفاجئ في مصر المطشو بتاع مصر بلعبة تانية ناس تانية تاخد خلال ودي حتى ان شاء الله اللي اتمنى تبقى موجودة ان الراجل ما يستقرش على مثلا 14-15 بس لا دا انا عايزه يمط شوية او يكبر اوي التشكيلة اللي هي معاه اللي بيستعين بيها ما تيجي نعد النجوم اللي ما شوفناش امبارح عشان بس الناس اللي كان بتتكلم على سكواد الآن اه بزرط يعني امبارح هاني وكريم فؤاد ياسر وايمان اشرف حمدي فتحي حسين الشحات هعتبر افشة يعني افشة خت حتة صغيرة بس يعني وحسام وحسام محمد شريف دولة بص نزلين بص الراجل بغير مين وفيه برستاو وفيه عمار حمدي بزبط وفيه محمد محمود وفيه كعربا يعني انتعرف ان انت قلتلهم دول فرقة تانية فرقة تانية فرقة كاملة وفرقة من الاساسيين اللي لعبه السنة اللي فاتت فرقة كاملة لو لعبة المطش اللي جاي كلها ما حدش يدى يقول نهاي نهاي فانت عندك الحمد لله كله كويس وكله دلوقتي داخل محمد لله ما فيش إصابات أتمنى زي بقولك أنه هو بس الراجل يكبر ومشت اللعبة شوية أنه هما ياخده بحس أنه هما يبقى كلهم في الملعب يحتاج أي حد أعتقد أنه هو من المدرسة دي والجاز والكويس والبقد في التمرين هي مش قصرة على حد إحنا نسينا كهرباء برضو من ضمن الناس قلت كهرباء فبرضو ده يعني من من اللعبة المحترمة جدا الكويسة جدا جدا فأنت محتاج أكتر من كده إيه في كل مركز عندك اتنين وثلاثة كويسين حرصت المرمى برضو عشان ما نسهاش الشناو وعلي لطفي وشوبير برضو دولت يعني وحمزة علاء والله ومخلوف أنا ما شفته بس كل الخبرات اللي جات لنا في حرص المرمى أنا بتقولك مستقبل مستقبل يعني اتنين جايين طالب أنت بقى مجلس الإدارة وتقوله بأنه ما عايز لعبة تاني تروح فيه تقاط في المدرجات ولا لعبة تقاط في النادي محتاجين على مستوى أنك بتحضر لمستقبل الصفقات اللي تحت السن وده جزء ممكن يبقى مرتبط مش بس للمستقبل ممكن يبقى مرتبط باقتصاديات كرة القدم تجيب لعبة صغيرة تستخدمينها سنة سنتين فنيا وتصدر على أوروبا أو كمان محتاجين صفقة أجنبي طبعا عارتي قيل بقى لعيب حاجة كواليتي عارف دي بقى إيه يعني الحاجات دي انت عارف بتيجي لقط كده فجأة تظهر يعني انت فهم زي واحد مثلا يكون عقده وينتهي في حتة أو حاجة كذا 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 ويجيب بقى حاجة سوبر سوبر شاء الله بإذن الله ما عندناش شك في ده وبمناسبة عبد المنعم يعني كتير من الناس شافت ان عبد المنعم هو يعني نجم مبارات مبارح ما نوضماتش زي ما بيقوله ويمكن ده عشان الهدف اللي حطه أنا كنت بقال لك في أول الناس كتير ما تعرفش في أول حلقة الناس كتير ما تعرفش ان عبد المنعم أساسا لعيب مهاجم مركزه في الملعب قبل كده المدافعين اللي بيجيبوا جوال بزد ويجيد ألعاب الهوى المعلومة اللي دي أنا عرفتها من كابتن حشيش كابتن حشيش هو اللي قال لي أنا فجئت الحقيقة لما وصلتلي المعلومة كنت بكلم معاه فكرة انه أغلى مدافعي الأهلي بيجيبوا جوال يعني ياسر إبراهيم رامي ربيعة عبد المنعم كلهم فقال لي عبد المنعم أساسا مهاجم فعشان كده عرفت المعلومة من كابتن حشيش وبين عليه كمان في كورة يعني هو كورته عالي يمس الكورة مدافع العين ما بيتطفش بيرقص وبيحطها الحد سنة كده بتوقع علينا قلبنا شوي خلينا نروح هذه لازم نقول عليها عشان بعد أن تخلص إنت إحصائيات بتاعته تمام هو مبارح طبعا أحرص هدف المباراة التمريرات القصيارة 65 منهم 63 تمريرة سليمة بنسبة دقة 97% دي تحسب له طبعا وأكتر لعب مرر كورة في المباراة التمريرات الطولية أربعة منهم ثلاثة سليم بنسبة دقة 75% قدر يستعيد الكورة 13 مرة وهو الأفضل في استعادة الكورة على مستوى فرقة النادي الأهلي خس الكورة مرتين بس طول المباراة واحدة منهم ما كانت شيريها لازمة الحقيقة وكانت يعني إلى نوعا ما اللي كانت ممكن تطلع عاوت وبتحسن بتفوض علينا كان هو وديانجة أعتقد تشاركه مع العيد من المنستيري وخس الكورة مرتين زي ما قلت لحضراتكم وهدف بلاس 90 طبعا قدى لأهلي أريحية كبيرة قبل مباراة العاوت عبد المنعم طبعا لعيب كويس وكل حاجة بس عنده دايما الحتة الزيادة يعني لعب ماتش مثلا كويس أو ماتشين يبتدي يعني دماغه كده تلف شوية يبتدي يزود هو لعيب الكورة بطبيعته زي ما قلنا انه هو كان مهاجم ورجع الحتة الورى عنده دايما بيحب يحتفظ بالكورة شوية لازم أقول له ضبط النفس ضبط النفس ضبط النفس عشان تبقى لعيب كويس انت الغد دلوقتي الحياة اللي عملتها تعتبر ما عمتش حاجة خالص بالنسبة لل لعيبة العظام اللي جون في مركزك أنا هطلب منه يجيب شرايط للعيب معين هو طبعا استحالة يكون تفرج عليه بيكين باور طبعا ستورة ألمانيا وكابتن ألمانيا وكان بلعف حتة الليبرو اللي هي تعتبر مساكي كان من أحسن لعيبة في العالم لغاية النهاردة اللي جون في المركز ده لأنه كان بلعب السهل والسهل ده يحمد صعب قوي بلغة الكرة السهل ما تلعب السهل صعب وخصوصا ما تكون انت كابتن ولعيب كبير قوي وكده انك تلعب السهل ده كرة الجيلة كتروا عملها من لمسة واحدة لا ايه لعيب ممكن يعمل ده أنا لازم أعمل حتة اللي هي لا بالعكس ده يعني اننا أضبط النفس اننا للمى كرة الجيلة ويعملها الأقرب واحد جنبي او لعبها على طول او مرأس دي صعبة جدا جدا فانت لازم دايما يبقى بيحاسب نفسه بعد كل ما انا نهاردة جبت جون وكسبت النادي لقى لي بس الكرة في لحظة بتقلب لازم ألعب السهل وابقى دايما ايه عندي حتة مش حتة التواضع يعني بس اننا ايه لسه بادري لسه هعمل لسه أحسن من كده يعني وهو طبعا لعيب كواس وربنا يوفقه يعني يمكن في نفس الحتة دي عايز بنا الكلمة لعبدالقادر انه عبدالقادر احنا انا قلت انا شخصيا انه عبدالقادر يقدر في خلال فترة بسيطة جدا يبقى هقول من أفضل مش هقول أفضل بس هقول من أفضل لعيبة كرة في مصر مش بس في النادي الأهلي امكانياته مهاراته تخليه لو قدر يشتغل على نفسه يبقى يروح في حتة تانية بره قارة أفريقيا مش بس بس هنا على مستوى القر عنده حاجة كابتن حشيش محتاجة منك كله بص هو عبدالقادر طبعا مطالع قارة لسموحة ورجع تاني وقعد شوية وبعدين يبتدى ياخد ظهر بمستوى عالي جدا جدا الناس كلها تكلمت عنه احنا في الاستوديوهات ما كنا بنتكلم بنقول جيه يعني جنا الواحد اللي احنا مفتقدينه في حتة انه برقص بسرعته واحد على واحد وبعمل الفارق في المساحات الديقة وفي الحتة اللي هي المخنوقة مش كويس قوي 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 جات له اصابة تعطى عطلت شوية لما رجع لسه الغات النهاردة مش هو هو حط نفسه في صورة معينة قدام الجمهور الصورة دي الجمهور مش عايزها تقل ابدا عشان كده الغات دلوقتي عمال طب ده عامل ضغط عليه يعني ده ممكن في وقت من الأوقات فكرة ان الجمهور حاسس طبعا ومستني مني جزا وهو نفسه وهو حاسس ان هو مش ده مستوى مش ده طبيعته مش ده قصته كرة مش ماشية هو لازم اكتر واحد اكتر من المدرب واكتر من زميل وهو عارف الغلط فين او الخلل فين تركيز اللازم يركز كويس قوي يتفرج على برامج محمد صلاح محمد صلاح بيقعد مع نفسه قبل المطش الصبح وشفت له احاديث كتير كده الصبح قبل ما بروح المطش بيقعد مع نفسه شب زي اليوجا كده بيقعد انا هعمل ايه في المباراة دي لما كرة تجيلي في الناحية الفولينية انا هعمل ايه لما تجيلي بالطريقة دي هعمل كذا كذا محتاج تركيز اكتر واكتر واكتر عشان يرجع نفسه هو دلوقتي عدى مرحلة اننا نحكم عليه ان هو لعيب كويس ولا وحش ما هو لوحش من اول ما طلع خلاص الجمر عارف انه وحش مش هيسأل فيه انما لما يكون الناس كلها مستنيهاك وعارف انك كويس قوي انت مش محتاج خلاص انت عندك الارضية بس ازاي ترجع نفسك انت محتاج حاجة بعد التمرير لازم تقول للمدرب محتاج كذا 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 اتفرج على مباراةك اللي لسه كانت قريبة اللي كنت فيها التوب سواء افريقية او محلية شوف الخلل فين شوف القصة ايه شوف دماغك مشغولة بايه مشغولة بحتة ان انا هلعب ولا مش هلعب انا كنت اساسي وهرجع تاني اعود على الدكة لا عايز اكلمك على كرة التيم بقى ابعد عن الاسماء واكلم على تيم الاهل قدرتنا على الاستحواز كاتت عالية جدا مبارح قدرتنا على استرداد الكرة بسرعة لما بنفقدها كاتت عالية جدا تمام يمكن شوفت انه ممكن شوية يبقى فيه بطء في اقاع الاهل يعني عندك يعني مقدار انك انت تحط الفريق تاني رغم انه بلعب على ارضه ووس جمهوره بس دائما تقريبا طول وقت كان في نصف ملعبه خايف منك تكاتلات دفعية فكرة الاجرشن فكرة انك انت تبقى يعني يعني خطير انك انت اه مستحوز بس انك تترجم ده لخطورة ما حسستهاش قوي مبارح طبيعي لزروف المجرعة طبيعي لبداية الموسم صحيح واللي محتاجة شغله اكتر من لا هي طبيعية طبعا لبداية الموسم زي بقولك تشكيلة لسه فيها عناصر بتفكر انها تبقى شكلها كويس لسه اول احتكاك مع جمهور النادي في ماتش رسمي زي برونو سافيو زي شادي بالتحديد دولت لازم يعني محمود متولي وان كان قديم فهو جديد برضو على التشكيلة الاساسية مع ملعبهاش كتير مع النادي فماتش بره بداية خلي بالك دولت يا احمد تعالى قط الدفاع مبارح فيه تلاتة تقليمية ينعبوا اول مرة جنبه بالزبط يعني عد المنعم جنب متولي جنبه اكرم دولت خلي بالك يا احمد برضو معظم اللعيبة جاية من يعني من ظروف كانت صعبة خلال الموسم اللي فات وجايين مع جهاز جديد والسكواد زي دلوقتي او التشكيلة بتاعة الفرقة بقت مليانة وكلها لعيبة كتيرة يمكن في بعض اللعيبة ما حضرتش دي في السنة اللي فاتت لان السنة اللي فاتت امو كنت تكون التشكيلة اه كانت موجودة بس ثلاثة ربع مصابين انت لو فانا يا احمد هلعب هلعب لو ابتديت لو عملنا مقارن النهاردة بين تشكيلة الاهلي في اول مباراة في السيزن ده وتشكيلة الاهلي في مباراة اول مباراة في السيزن اللي فاتت هتلاقي تريد انه 60-70% فيها تغيير مختلفة مختلفة وعايز اقول لك يعني انا عايز اوصل للحتة بتاعت اللي عايز اقولها لك ان انا كلعيب دلوقتي ما حضرتش الظروف دي السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت كان بندور على لعيبة تلعب تلات تربع لعيبة مصابة ايه فانا ايه يعني هلعب دلوقتي معظم اللعيبة المكان فيه اتنين وثلاثة مصبوط اللي هبقى يبقى صعب قوي وخصوصا ان انا معايا مدرب جديد ما عنديش رصيد عنده رصيدة عنده كلها ماتشات وما عندوش يا عمر حميني برده وما عندوش هزار وما زار المدارس السوس ريكت يعني مفيش هزار لو نفتكر فيلر بادو كان نفسه بكاس يعني النهاردة جاين من تونس مبارح على التمرين النهاردة وبعدين ما بيسمعش ألا نفسه يعني هو قرر من التشكيل زي ما بقولك كده اكيد الناس بعض الاراء حواليه كانت تقول له مثلا الناس المسلا الجديدة طب ندي يعني إنما هو لا هو حاطت فلانه وفلان الجداد خالص ناس يعني اول مرة تلعب مع بعض هلعب وماتش برا فعنده جرأة عنده شخصية عنده 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 ده بمثل بمثل تفكير كتير جدا عند اللعيبة بتاعت النادي الأهلي إزاي أنا اروح لآخر سؤال يعلق مع ماتش اللجاي ناس كتير شايف المباراة سهلة نتيجة شبه محسومة ناس كتير وأنا منهم شايف أنه اللي بيبقى ما عندهوش حاجة يخسرها ده بعمله ألف حساب صحيح كابتن حشيش مع أي وجهة نظر فيهم وإزاي أو إيه المطلوب في الأهلي في مغارات السبت اللي جاء إن شاء الله مطلوب إن أنا ربنا داني نتيجة كويسة هناك واحد صفر مش عايز أبقى مستعجل مش عايز أبقى مضغوط لأن أنا كذبان بس في نفس الوقت بلعب يعني يعني بحثة أريحية في إن أنا إيه أنا مش متصاربع أنا مش مغلوب أنت فاهم إزاي أنا خايف مثلا كرة تيجي فيها لأ أنا فرسيلي جون في أرض الخصم لازم أضغط ولعب 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 لأن الفرقة التانية مش بتحفصها على حاجة جاي مش مستنية تبقى درون مثلا وخلاص الماتش يخلص صحيح أولعب على ضربات الجزاء لا ده أنا مطالب إن أنا أهاجم فده في حد ذاته نتيجة المباراة غيرت فكر الفرقة التانية اللي جاءت لعبك إنها لازم تهاجم عشان تقدر مش معقولها تدافع عشان ما تتلقاش الجون التاني والتالت بالنسبة لها صحيح فده بيشيل من عليك الضغوط وفي نفس الوقت بيحمسك إن أنت تضغط ويجيب أهداف وزي ما انتك سبت بـ 80-70% أداء هناك لازم الأداء يبقى 100% وكل واحد يبتدي يظهر بقى مواهبه زي ما بقوله نورت الدنيا ومرة تانية مبروك كابتن حشيش بروك في انتظار إن شاء الله السمرار مشوارة زي ما قلت لكم الحقيقة بداية ولا أرواح حلوة البدايات مرة تانية وننسى بقى ونرمي كل اللي فات الدوشة والكلام وحالة الهزل اللي حصلت قبل بداية الموسم دي والتشكيك في قدرات الأهلي والتشكيك في أسماء السكواد الأهلي نحط ده كله على ظهرنا اللي تقدم من بارح من فرين نادي الأهلي يستحق من كل جماهيره الدعم والثقة والمساندة في الفترة اللي جاية وأنا إن شاء الله بإذن الله أراهن إنه السنة دي هي بواحد من أجمل وأفضل المواسم اللي هقدمها النادي الأهلي وكورة النادي الأهلي في الموسم اللي جاي مبروك لجماهير النادي الأهلي مرة تانية وفي انتظار إن شاء الله اللقاء اللي جاي بشكر نجمنا طبعا وضفنا النهاردة كابتر حشيش نوارت الدنيا عايز أقول حاجة أخيرة بس أن ثابت المقولة اللي احنا قلناها المشكلة مش في العيبة النادي الأهلي أن هي كانوا بس محتاجين الراحة وفعلا دي بانت يعني شكرا كابتر حشيش نوارت الدنيا شكرا لحضراتكم مع المتابعة بكرا نتقابل إن شاء الله حلقة جيدة السادسة تحياتي لكم